بسم الله الرحمن الرحيم في الفترة السابقة كانت مخصصة لمناقشة غضايا أخرى ثم جاء موضوع الكورونا فانشغل الناس بالعمل فيه هذه الجلسة خصيصة بالكامل المناقشة بعض مشروعات القوانين أنجزنا بعضا منها وبعضها سيناقش إن شاء الله في جلسات قادمة المجلس جاز مشروع قانون الجمارك تعديل لسنة 2020 والتعديل شمل تغليز العقوبات وإلغاء مادة التسويات وإعطاء سلطة التسويات للنايب العام أيضا أجاز مشروع القانون الجناي تعديل لسنة 2020 وده تعديل كان خاص بعدم اشترات الملكية لمصادرة الناقلات أو المركبات المستخدمة في التهريب كذلك ناغش مشروع قانون التعامل بالنغد الأجنبي والزهب والمعادل النفيسة والأحجار الكريمة أجاز الجزء المتعلق بالتعامل في الزهب والأحجار الكريمة والمعادل النفيسة وأوقع القانون عقوبات بالسجن مع الغرامة في التعامل غير المشروع في جزية خاصة بالتعامل في النغد الأجنبي أرجاء لأن ملاحظات بنك السودان لم يتم تسلمها بعد فأرجى هذه الجزية لحين تسلم ملاحظات بنك السودان وبعض الملاحظات الأخرى من وزارة المالية كذلك جاز الاجتماع المشترك مشروع قانون التعديلات المتنوعة بتوحيد مجالس البيئة وهذه التعديلات حلت المجالس المنصوص عليها في غانون حماية البيئة سنة 2001 قانون مكافحة التصحر لعام 2009 غانون السلام الحيوية لعام 2010 وحل المجالس المكونة بموجب هذه القوانين والأمانات العامة وآلة كل ممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي سيتم تشكيله بموجب هذا الغانون أيضا أجاز الاجتماع المشترك مشروع قانون بإلغاء غانون جمعية الهلال الأحمر السوداني والمشروع ألغى الغانون لكنه أبقى على النظام الأساسي وأعطى الحق لمجلس الوزراء لتكوين لقنة تسير هي التي بعد ذلك يمكن أن تقترح مشروع قانون أو أي شيء لجمعية الهلال الأحمر السوداني كذلك أجاز الاجتماع مشروع قانون مكافحة الإذجار بالبشر في التعديل كله كان عبارة عن تغليز في العقوبات للأشخاص الذين يدانوا بتهمة الإذجار بالبشر كذلك أجرى الاجتماع أجاز التعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بعد التعديلات كذلك أجاز الاجتماع المشترك مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة ومشروع قانون بإلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات ومشروع قانون بإلغاء المجلس الغومي للذكر والذاكرين والمجالس المرغادي تم أيلولة ممتلكاته لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف هذه كانت تغريبا مشروعات القوانين التي نقشت الاجتماع في بعض مشروعات قوانين أخرى أرجعت إلى جلسات غادم لكن أيضا المجلس في مناقشته أشاد بيدور لجنة التمكين وما تقوم به من عمل عظيم في هذه المرحلة كذلك ناغش موضوع القطوات التي تتم من قبل وزارة الصحة ولجنة العلية للطوارف بمواجهة موضوع الكورونا وغرر أن يشكل لجنة غرفة مشتركة تراجع مسألة الأزولات بعد حظر التجول في شكاوي كثيرة منها كذلك وجه بأن يكون في خط ساخن للأطباء لأنه ناغش مع عرض وزارة الصحة عن تعرض الكوادر الصحية والأطباء إما لاعتداءات أو لإيقاف في مناطق مختلفة في العاصمة في محطات البنزينة وعند بعض الارتكازات وكذا المجلس شك كرر إشاته الإجتماع المشترك كرر إشاته بالدور الذي تقوم به الكوادر الطبية والصحية في هذه الظروف وأكد على أنه من الضرورة تسهيل عمل الكوادر الصحية والطبية وتقديم كل المساعدات الممكنة واخترح أنه يكون هناك خط ساخن للأطباء إذا ما تعرض أي طبيب لأي شيء يتصل بهذا الخط الساخن وتتحرك الجهات المسؤولة لمعالجة هذا الأمر أيضا ناقش موضوع التكدس في محطات الوغود وأخذ علما بقرار بأنه تم إلغاء التخصيص عن محطات الوغود في هذه المرحلة خاصة وأن الناس مقبلين على رمضان سيتم تزويد كل محطات الوغود في العاصمة بالبنزين والجازولين على أساس أنه يتم إنهاء التكدس في المحطات التزعى التي كانت مخصصة سيتم توزيع الوغود في كل محطات البنزين الموجودة في العاصمة حتى أن الناس يأخذوا حصتهم المناسبة بعد ذلك سيتم تخصيص بعض المحطات لكوادر الصحية والطبية والجهات العندة وزونات حضرة جول شكرا جزيلا